وعلى الله قصد السبيل ومنها جائد ولو شاء لهداكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله يقع بعض الشباب بالمعاصي فيؤنبه ضميره ويشعر بالبعد عن الله عز وجل ثم يتضخم في ذهنه أثر هذه المعصية حتى يمنعه من الطاعة وتصبح المعصية حاجزا أو سورا يحول بينه وبين طاعة الله عز وجل سألت أحد الشباب ذات يوم عن سبب تركه للصلاة فقال كلما أردت أن أصلي أتذكر بعض المعاصي التي وقعت فيها وأقول لنفسي أنا بعيدا عن الله وربما لا يليق بي أن أقف بين يديه ولماذا أصلي وقد فعلت ما فعلت وهل سيغفر الله لي ما فعلته وهكذا يبدأ بعض الشباب بالابتعاد عن الله عز وجل والغرق في المعاصي والشهوات وهنا لا بد من أن نشير إلى بعض الأمور الهامة أولا إن العصمة عن الوقوع في المعاصي خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالأنبياء وحدهم من بين سائر البشر لا يقعون في المعاصي ولا يقترفونها أما غيرهم من الناس فمن الطبيعي جدا أن يقعوا في المعاصي وأن يقعوا في مخالفة أمر الله عز وجل فنحن بشر ضعفاء وتحيط بنا الشهوات ونقع تحت تأثير ملذات الحياة ثانيا إن باب التوبة مفتوح دائما لا يغلق فمهما فعل الإنسان من المعاصي ثم نجم عليها واستغفر الله عز وجل فإن الله يغفر له ويتوب عليه يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ثالثا إن الطاعات التي نقوم بها من طهارة وصلاة وصلاة جمعة وصيام كلها مكفرات لما نقع به من ذنوب أو لما يقع منا من أخطاء يقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا جتنبت الكبائر فصغائر الذنوب تزول بالطاعات والكبائر تحتاج إلى توبة وندم وترك وينبغي أن نوضح أمرا مهما جدا في التوبة والترك وهو حقوق العباد فحقوق العباد لا تسقط بالتوبة وإنما لا بد من رد الحقوق إلى أصحابها فمن أكل الربا أو تجرأ على مال يتيم أو أخذ ميراث غيره أو اقتطع شيئا من مال ليس له فيه وجه حق فلا بد من رد هذه الحقوق إلى أصحابها إن الله يبسط يده بالليل حتى يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار حتى يتوب مسيء الليل وهكذا حتى تطلع الشمس من مغربها فالمؤمن لا تضطرب نفسه ولا يدخل في صراع داخليا بسبب ما يقع منه من معاصي وذنوب وإنما يستغفر الله ويتوب إليه وينوي أن لا يعود إلى المعصية ويأمل أن يغفر الله له ولهذا فالمؤمن يطمئن قلبه وتستقر روحه فإذا وقع منه ذنب استغفر الله عز وجل يقول الله عز وجل في الحديث القدسي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي وكما أن ترك المعصية الظاهرة التي تقع بالجوارح كاليد والعين والبطن والفرج مهم فكذلك ترك المعاصي الباطنة أيضا مهم كالحسد والبغض والحقد فكلها أمراض على الإنسان أن ينتبه لها وأن لا يسمح لنفسه أن تتمادا فيها إن ترك المعصية له أثر كبير في حياتنا فترك المعصية والابتعاد عنها يحفظ على الإنسان صحته وعافيته وكذلك ترك المعصية يجلب الخير والبركة كما أن المعصية تجلب البؤس والشقاء وترك المعصية يجعلنا أناسا صالحين مستقيمين فلا نعتدي على عرض أحد ولا نطمع بمال أحد كما أن ترك المعصية هو استجابة لأمر الله عز وجل الذي أمرنا أن نترك ما نهى الله عنه وإن الطاعة والتوبة هي ممحات تمسح ما يمكن أن يقع منا كل يوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر